السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس السامن قسمة مقدار جبري على مقدار جبري اخر من الوحدة الثانية الجبر من منهج الرياضيات للصف الاول الاعدادي لفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب اولا قسمة مقدار جبري على مقدار جبري اخر مثال توضيحي اوجد خارج قسمة 80 زائد سين الستنين زائد 15 على سين زائد 3 حيث سين لا تساوي سالب 3 عند قسمة مقدار جبري على مقدار جبري اخر يراعى الاتي اول حاجة بنعملها بنرتب حدود المقصوم عليه والمقصوم تنازليا حسب قوة الرمز المعطى نرتب حدود المقصوم عليه والمقصوم تنازليا حسب قص الرمز المده هنا حسب القص فهنا عندنا سين الستنين تبقى في الاول زائد 8 سين الستو واحد زائد 15 وهنا سين زائد 3 ونكتبه بالشكل ده نكتب ايه بالشكل ده هنا نكتب المقصوم وهنا نكتب المقصوم عليه الخطوة اللي بعد كده هنقسم الحد الاول في المقصوم هذا الحد الاول على الحد الاول في المقصوم عليه بنكسم الحد الاول في المقصوم على الحد الاول في المقصوم عليه فهنا الحد الاول عندنا سين الستنين هنقسمها على سين اللي هي الحد الاول في المقصوم عليه طب سينوس 2 على سين هنا عندنا سين عشان تبقى سينوس 2 اتضربت في سين فنكتب هنا سين في حالة القسمة بنطرح الأسس فهنا سينوس 2 على سين يدينا سين بعد كده السين دي نضربها في المقصوم عليه نضربها فين في المقصوم عليه فنقوله سين في سين بسينوس 2 وسين في 3 ب3 سين يبقى هنا هايقولك نضرب ناتج القسمة قسمة الحد الأول في المقصوم على الحد الأول في المقصوم عليه ناتج القسمة اللي هو سين نضربه في المقصوم عليه في المقصوم عليه والناتج نضعه تحت المقصوم الناتج نضعه تحت المقصوم وكل رمز تحت أخوه فهنا عنديك سينوس 2 تحت سينوس 2 سين والسواحد تحتها سين والسواحد بعد كده نطرح ناتج الضرب من المقصوم نطرح ناتج الضرب مع تغيير الإشارة هنا سين والسيتنين بالموجب يبقى سالم هنا تلاتة سين بالموجب تبقى سالم فسين والسيتنين هتروح مع سين والسيتنين طيب هنا عنديك تمانية سين وسالب تلاتة سين تبقى موجب خمسة سين هنا خمستاشر تنزل زي ما هي نكرر عملية القسمة مرة أخرى وباقي العمليات مرة أخرى بالترتيب فهنا عندنا الحد الأول خمسة سين هنكسمه على الحد الأول من المقصوم عليه اللي هو السين هنا عندنا السين عشان تبقى خمسة السين اتضربت في كام اتضربت في خمسة فنكتب هنا نقوله زائد خمسة نقوله ايه زائد خمسة بعد كده بيجد عندنا السين زائد خمسة سين زائد ايه زائد خمسة خمسة في سين بخمسة سين وخمسة في ثلاثة بخمستاشر وبعد كده نطرح بتغيير الإشارة فنقوله هنا سالب وهنا سالب قد خمسة سين وسالب خمسة سين بسفل وهنا خمستاشر سين وهنا خمستاشر سالب خمستاشر نروح مع بعض وكده يبقى خارج القسمة اذا خارج القسمة هو سين زائد خمسة نشوف مع بعض مثال رقم واحد أوجد خارج قسمة 2 سين وست 2 زائد 13 سين زائد 15 على سين زائد 5 حيث سين لا تساوي سالب خمسة. إيه الحال؟ هنا نكتب المقصوم اللي هو 2 سين وست 2 زائد 13 سين زائد 15. هنا مترتب فنكتبوه زي ما هو. كانش مترتب نرتبوه. بعد كال مقصوم عليه اللي هو سين زائد 5. نمسك الحد الاول اللي هو اتنين سين قس اتنين على سين اللي هو الحد الاول من المقصوم عليه. فهنا عندنا السين. بيجت اتنين سين قس اتنين اتضربت في اتنين سين. فهنا نقوله اتنين سين. نضربها في سين زائد خمسة. اتنين سين في سين باتنين سين قس اتنين. واتنين سين في خمسة بعشرة سين. نكتب زائد عشرة سين. بعدك هنطرح هنغير الاشارة. هنا اتنين سينوس اتنين تبقى سالب اتنين سينوس اتنين وهنا موجة بعشرة سين تبقى سالب عشرة سين. هنطرح اتنين سينوس اتنين. هنطرح مع اتنين سينوس اتنين. هنا تلاتاشر سين وسالب عشرة سين تبقى تلاتة سين. والخمستاشر تنزل ازاي ما هي. تلاتة سين. نكسمها على سين. طب هنا السين. بيجي تلاتة السين. اتضربت في كام? اتضربت في تلاتة. فنقوله زائد 3 نقوله ايه زائد 3 وبعدك نضرب 3 في سين زائد 5 3 في سين بتلاتة سين وتلاتة في خمسة بخمستاشر وبعدك نطرح وبعدك نطرح قبل ما نطرح نغير الإشارة فهنا عنديك موجة بنخليها سالب وديه موجة بنخليها سالب 3 سين تروح مع 3 سين و 15 موجة بتروح مع سالب 15 يبقى هنا صفرت يبقى هنا خارج القسمة يبقى 2 سين زائد 3 بخارج القسمة هو 2 سين زائد 3 للتأكد من خارج القسمة نقوم بدار بخارج القسمة في المقصوم عليه فمثلا سين زائد 5 في 2 سين زائد 3 عيدنا 2 سين وسين 2 زائد 13 سين زائد 15 مثال رقم 2 أوجد خارج قسمة سينوس 3 ناقص 8 على سينوس 2 زائد 2 سين زائد 4 حيث المقصوم عليه لا يساوي سيف إيه الحال؟ إيه نقول لأول حاجة نرتب المقدار الأول المقصوم والمقصوم عليه هنا عندنا سينوس 3 المفوض الجي بعد منها سينوس 2 نسيبولها مكان فنقوله زائد ونسيب مكان لسينوس 2 زائد ونسيب مكان لسين قس 1 وبعد كده نقول ناقص 8 المقصوم عليه سينوس 2 زائد 2 سين زائد 4 مترتب عم نقسم الحد الأول في المقصوم على الحد الأول في المقصوم عليه فسينوس 3 على سينوس 2 فيها الناتج سين. وبعدك نضرب سين في سين اس اتنين زائد اتنين سين زائد اربعة. سين في سين اس اتنين بسين اس تلاتة. وسين في اتنين سين باتنين اس اتنين تحت المكان الفاضل اللي احنا سيبينه لسين اس اتنين. وسين فاربعة باربعة سين تحت المكان الفاضل سيبينه للسين اس واحد. وسالب تمانية عا تنزل زي ما هي. بعد كده نطرح بنغير الإشارة هنا سين وست ثلاثة تبقى بالسالب واثنين سين وست ثلاثة تبقى بالسالب واربعة سين تبقى بالسالب فهنا سين وست ثلاثة هتروح مع سالب سين وست ثلاثة هنا عندنا اثنين سين وست ثلاثة تنزل بالسالب زي ما هي سالب اثنين سين وست ثلاثة ناقص اربعة سين ناقص تمانية بعد كده هنكسم سالب اثنين سين وست ثلاثة على سين وست ثلاثة طب هنا عندنا سين قس اتنين عشان تبقى سالب اتنين سين قس اتنين اتضربت في سالب اتنين فنقوله ناقص اتنين بعد كده سالب اتنين دي نضربها في المقصوم عليه فنقوله سالب اتنين في سين قس اتنين بسالب اتنين سين قس اتنين سالب اتنين في اتنين سين بسالب اربعة سين وسالب اتنين في اربعة بسالب تمانية بعد كده نطرح بنغير الاشارة سالب اتنين سين والس اتنين تبقى موجة باتنين سين والس اتنين وهنا سالب اربعة سين تبقى موجة باربعة سين وهنا سالب تمانية تبقى موجة بتمانية بعد كنا نطرح سالب اتنين سين والس اتنين تروح مع موجة باتنين سين والس اتنين وسالب اربعة سين تروح مع موجة باربعة سين وسالب تمانية تروح مع موجة بتمانية يبقى هنا عندنا المسألة صفرت يبقى خارج القسمة لهو سين ناقص اتنين هنا عيقولي لازم عندي ترتيب المقصوم والمقصوم عليه يرعى ايه ترك مكان خالي لقص الرمز الغير موجود تبعا للترتيب نترك ايه مكان خالي لقص الرمز الغير موجود تبعا للترتيب زي ما احنا عملنا هناه زي ما احنا عملنا سين قص تلاتة خلينا مكان لسين قص اتنين ومكان لسين وخلينا كان لسينوس واحد. مثال رقم تلاتة اذا كان اتنين سين زايد تلاتة هو احد عاملي المقدار ستة سينوس ستنين زايد تلاتاشر سين زايد ستة. فوجد العامل الاخر حيث سين لا تساوي سالب تلاتة على اتنين. ايه الحل? هنا هنكسمه ستة سين زايد تلاتاشر سين زايد ستة على اتنين سين زايد تلاتة. زي ما احنا قلنا الحد الاول نكسمه على الحد الاول في المقصوم عليه. طيب هنا عندك ستة سينوس ستنين على اتنين سين. ايبا اتنين سين عشان بيجي ستة سينوس ستنين اتضربت في تلاتة سين. فهنا نقوله تلاتة سين. بعدك نضرب تلاتة سين في اتنين سين زايد تلاتة. تلاتة سين في اتنين سين بستة سينوس ستنين. وتلاتة ثلاثة تسعة ثلاثة 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 في اتنين. فنكتب هنا زائد اتنين. بعد كده اتنين نضربها في اتنين سين زائد تلاتة. فاتنين في اتنين سين تبقى اربعة سين. واتنين في تلاتة بستة. بعد كده نغير الاشارة قبل ما نطلع. فنقول هنا سالب وهنا سالب. اربعة سين تروح مع اربعة سين وستة تروح مع سالب ستة تبقى سفر. هبه هنا عندنا خارج القسمة تلاتة سين زائد اتنين. خارج قسم 3 سين زائد 2 هنا عندنا العامل الاخر هو خارج قسم 6 سين وستنين زائد 13 سين زائد 6 على 2 سين زائد 3 اذا العامل الاخر هو 3 سين زائد 2 3 سين زائد 2 مثال رقم 4 اوجد خارج قسم 7 سين وستنين زائد 6 سين وستنين زائد 15 ناقص 26 سين على 4 سين زايد 3 سين وستنين ناقص 3 ايه الحال اول حاجة ان نرتب المقصوم والمقصوم عليه حسب قوة سين او حسب قس سين فهنا عندنا 6 سين وستات يبقى في الاول ناقص 7 سين وستنين ناقص 26 سين زايد 15 المقصوم عليه يبقى 3 سين وستنين زايد 4 سين ناقص 3 هنبص على الحد الاول اللي هو 6 سين وستلاتة هنقصم على الحد الاول اللي هو 3 سين وستنين طب 3 سين وستنين بقى 6 سين وستلاتة تضربت في 2 سين تضربت في 2 سين عندك 6 على 3 في الاتنين وسين وستلاتة على سين وستنين بسين طرحنا الاسس طرحنا الاسس طب بعد كده هنضرب 2 سين في 3 سين وستنين زايد 4 سين ناقص 3 فاتنين سين في تلاتة سين وستنين بستة سين وستلاتة واتنين سين فاربعة سين فهنا عنديك اتنين فاربعة بتمانية وسين في سين بسين وستنين بعدك اتنين سين في سالب تلاتة بسالب ستة سين بعدك نطرح بنغير الاشارة هنا عنديك بالسالب وديه تيبقى بالسالب وديه تيبقى بالموجة بعدك نطرح ستة سين وستلاتة هتروح مع ستة سين وستلاتة سالب 7 سين وست 2 وسالب 8 سين وست 2 تبقى سالب 15 سين وست 2 وهنا عندنا سالب 26 سين وموجب 6 سين تبقى سالب 20 سين وال15 تنزل زي ما هي بعد كده عندنا الحد الأول اللي هو سالب 15 سين وست 2 عنك سيمها على الحد الأول 3 سين وست 2 طيب هنا عندنا 3 سين وست 2 بقى سالب 15 سين وست 2 اتضربت في سالب 5 فنكتب سالب 5 فنضرب بعد كده سالب 5 في 3 سين وست 2 زياد 4 سين ناقص 3 فسالب 5 في 3 سين وست 2 بسالب 15 سين وست 2 وسالب 5 في 4 سين بسالب 20 سين وسالب خمسة في ثلاثة بموجب خمستاش بعدك نغير الإشارة ونطرح فين عديك بالسالب خمستاش سين وستنين تبقى موجب خمستاش سين وستنين سالب عشرين سين تبقى موجب عشرين سين موجب خمستاش تبقى سالب خمستاش بعدك نطرح سالب خمستاش سين وستنين تروح بموجب خمستاش سين وستنين سالب عشرين سين تروح بموجب عشرين سين 15 تروح مع سالب 15 يبقى الناتج هنا أصفار يبقى خارج القسمة 2 سين ناقص 5 إذن خارج القسمة هو 2 سين ناقص 5 مثال رقم 5 أوجد قيمة كاف التي تجعل مقدار سينس 3 ناقص 13 سينس 2 زائد 40 سين زائد كاف يقبل قسم على سين ناقص 7 حيث سين لا تساوي 7 الحل سينس 3 ناقص 13 سينس 2 زائد 40 سين زائد كاف على سين ناقص 7 الحد الأول سينس 3 على سين هنا سينس 3 على سين بسينس 2 نضرب سينس 2 في سين ناقص 7 فنقول سينس 2 في سين بسينس 3 وسين في سالب 7 بسالب 7 سينس 2 هنغير الإشارات وبعد كان نطرح هنا إشارتها موجب بيجي سالب يبقى سينس 3 هتروح مع سينس 3 هنا سالب 7 سين تبقى إشارتها موجب يبقى موجب 7 سين وسينس 2 وسالب 13 سينس 2 تبقى سالب 6 سينس 2 هنا عندنا الاربعين سين تنزل زي ما هي والكاف تنزل زي ما هي بعدك الحد الأول سالب 6 سينس 2 عليك سمو على سين طب سالب 6 والس 2 على سين فيها القام سالب 6 سين سين عشان تبقى سينس 2 تضرب في سين والواحد يبقى 6 يضرب في 6 فيقول إيه ناقص ستة سين نضرب سالب 6 سين في سين ناقص 7 فنقول سالب 6 سين في سين بسالب 6 سينس 2 وسالب 6 سين في سالب 7 بموجب 42 سين بعدك كده نطرح بتغيير الإشارات هنا السالب تبقى موجب والموجب تبقى سالب سالب 6 سينس 2 زي 6 سينس 2 عيروح مع بعض 40 سين وسالب 42 سين تبقى سالب 2 سين والنزل كاف زي ما هي الحد الأول هنا عندنا بيقى سالب 2 سين نكسم على سين طيب هنا السين بيقى سالب 2 سين اتضربت في سالب 2 نكتب سالب 2 بعدك نضرب سالب 2 في سين ناقص 7 فسالب في سين بسالب 2 سين وسالب في 7 وسالب 2 في سالب 7 بموجب 14 بعدك كده نطرح بتغيير الإشارات هنا السالب تبقى موجب والموجب تبقى سالب سالب 2 سين وموجب 2 سين يروح مع بعض الكاف تنزل زي ما هي بإشارة الموجب وهنا السالب 14 تنزل هنا وصلنا لكاف ناقص 14 كاف ناقص 14 طب لكي يكون المقدار سين وسط 3 ناقص 13 سين وسط 2 زائد 40 زائد 40 زائد كاف قابل قسم على سين ناقص 7 يكون باقي الطرح الأخير يساوي 0 باقي الطرح الأخير يساوي 0 إذن كاف ناقص 14 يساوي 0 فهنا عندنا كاف ناقص 14 يساوي 0 إذن كاف تساوي 14 هنا يبقى كاف تساوي 14 ثانيا تطبيقات على قسمة مقدار جبري على مقدار جبري آخر مثال رقم 6 مستقيم مساحته 2 سين وسط 2 زائد 7 سين ناقص 15 إذا كان طوله سين زائد 5 سنت فأوجد عرضه ثم يحسم محيطه إذا كان سين ساوي 3 الحال عرض المستقيم تساوي مساح السطح المستقيل على طول المستقيل فهنا عندنا 2 سين وسط 2 زائد 7 سين ناقص 15 على سين زائد 5 الحد الأول هنا 2 سين وسط 2 نكسمها على سين 2 سين وسط 2 على سين ب2 سين طب 2 سين نضربها في سين زائد 5 2 سين في سين ب2 سين وسط 2 و2 سين في 5 بعاشرة سين هنا عندنا نغير الإشارات قبل ما نطرح هنا بقى سالب وهنا تبقى سالب ف2 سين وسط 2 تروح مع 2 سين وسط 2 7 سين وسالب 10 سين بسالب 3 سين والسالب 15 تنزل زي ما هي الحد الأول هنا عندنا سالب 3 سين على سين فيها سالب 3 طب هنا سالب سالب 3 في سين بسالب 3 سين وسالب 3 بخمستاشر بسالب 15 عن طرح قبل ما يطلح نغير الإشارة هنا سالب تبقى موجب وهنا سالب تبقى موجب يبقى سالب 3 سين تروح مع موجب 3 سين سالب 15 تروح مع موجب 15 هنا الناتج سيف إذا العرض المستطيل يساوي 2 سين ناقص 3 سنط طب محيط المستطيل 2 في الطول زائد العرض يدينا المحيط فنقوله 2 في سين زائد 5 زائد 2 سين ناقص 3 تساوي 2 في 3 سين زائد 2 نضرب 2 في 3 سين زائد 2 تساوي 6 سين زائد 4 سنط إذا المحيط المستطيل عندما سين تساوي 3 عن شير سين حط 3 6 3 زائد 4 29 سنط وبكده يكونوا صلنا معكم لنهاية الدرس النهار ده أرجوكم استفدتم معنا متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصل لكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة